كلمة سحر يعتمد السحر الشبة كما يوحي اسمه على استخدام الشبة وهي نوع من المركبات الكيميائية توجد عادة في شكل بلوري وبينما للشبة تستخدامات عملية في مختلف الصناعات إلا أن استخدامها في السحر يأخذ دلالة أكثر شؤما سنتعمق في هذا المقال في أعماق سحر الشبة ونستكشف أصوله وممارساته والأسباب الكامنة وراء سمعاته المشؤومة انضموا إلينا في رحلة لكشف أسرار سحر الشبة حيث نصلت الضوء على ممارساته ورمزيته والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخوض في فنونه الغامضة قد يبدو اسم سحر الشبة بسيطا بشكل خادع لكنه يحمل مفتاح فهم هذا الفرع المحدد من السحر فبخلاف أشكال السحر الأخرى التي سميت بأسماء الآلهة أو الأرواح أو الممارسات المحددة يستمد سحر الشبة اسمه من مكونه الأساسي الشبة كان يعتقد أن الشبة وهي مادة بلورية بيضاء تمتلك خصائص غامضة متأصلة يمكن تسخيرها والتلاعب بها لأغراض سحرية إن قدرتها على امتصاص الرطوبة وخلق تأثيرات قابضة والتفاعل مع المواد الأخرى جعلتها رمزا قويا للتحول والسيطرة في نظر الممارسين إن هذا التركيز على الشبة يميزه عن تقاليد السحر الأخرى التي قد تتضمن مجموعة واسعة من المكونات أو تعتمد على أشكال مختلفة من التلاعب بالطاقة وهكذا فإن اسم السحر الشبة بمثابة مؤشر واضح على العنصر الأساسي لهذه الممارسة وقوتها المتصورة غالبا ما تكون الطقوس والممارسات المرتبطة بسحر الشبة السرية تنتقل عبر الأجيال داخل عائلات أو مجتمعات محددة ومع ذلك يمكن تحديد بعض الخيوط المشتركة التي تكشف عن الخطوات المعقدة التي ينطوي عليها تسخير القوة المزعومة للشبة لأغراض سحرية تتضمن إحدى الممارسات السائدة نقش رموز أو تعاويذ على قطع من الشبة ويعتقد أن هذه النقوش تضفي على الشبة نوايا سحرية محددة توجه قوتها نحو النتيجة المرجوة ويمكن بعد ذلك استخدام الشبة المنقوشة بطرق مختلفة مثل دفنها بالقرب من هدف التعويذة أو إذابتها في سوائل أو حرقها كقربان تتضمن ممارسة شائعة أخرى دمج الشبة مع مكونات أخرى يتم اختيار كل منها لخصائصها الرمزية أو السحرية قد تشمل هذه الخلطات أعشاباً أو أجزاء من الحيوانات أو متعلقات شخصية تخص هدف التعويذة ويعتقد أن الجمع بين هذه العناصر يضخم من فاعلية الشبة ويعزز من احتمالية نجاح التعويذة المحطة الرابعة أدوات المهنة فك رموز الرموز والأدوات في هذا الجزء سنستكشف كيف تستخدم هذه الأدوات والرموز في الطقوس السحرية يعتمد سحر الشبة مثل العديد من تقاليد السحر على مجموعة محددة من الرموز والأدوات لتوجيه الطاقة السحرية هذه الأدوات ليست مجرد أشياء مادية بل هي وسائل لتوجيه النوايا والطاقة غالباً ما تحمل هذه الأدوات معاني رمزية تتوافق مع النتيجة المرجوة من التعويذة أو الطقوس على سبيل المثال يمكن أن ترمز بعض الأدوات إلى عناصر الطبيعة الأربعة الأرض، الهواء، النار والماء أحد الرموز شائعة لاستخدام هو الدائرة التي تمثل الكمال والحماية وطبيعة الحياة والموت الدورية الدائرة ليست مجرد شكل بل هي رمز قوين يستخدم في العديد من الثقافات قد يرسم الممارسون دوائر حول أنفسهم أو حول منطقة عملهم لخلق مساحة مقدسة ودرء الطاقات السلبية هذه الدوائر تعمل كحاجز بين العالم المادي والعالم الروحي قد يتم أيضاً دمج الأشكال الهندسية الأخرى مثل المثلثات والمربعات والنجوم الخماسية حيث يحمل كل منها أهميته الخاصة المثلثات قد ترمز إلى التوازن بينما النجوم الخماسية قد ترمز إلى الحماية وفيما يتعلق بالأدوات قد يستخدم الممارسون عناصر مثل الأوعية والسكاكين والشموع والمراية كل أداة لها دور محدد في الطقوس غالباً ما تستخدم الأوعية لحمل الماء وهو رمز للنقاء والتحول بينما يمكن استخدام السكاكين لنقش الرموز أو تقديم القرابين الماء يمثل الحياة والتجديد تمثل الشموع عنصر النار ويعتقد أنها تضخم النواية بينما يعتقد أن المراية تعكس الطاقات السلبية أو توفر لمحات عن العالم الروحي الشموع تضيء الطريق والمراية تكشف الحقائق المخفية المحطة الخامسة ظاهرة عالمية سحر الشبة عبر الثقافات في حين أن الأصول الدقيقة لسحر الشبة لا تزال غامضة فقد تم توثيق ممارسته في مختلف الثقافات حول العالم من النصوص القديمة إلى الكتب السحرية نجد إشارات إلى الشبة واستخداماتها المتنوعة فمن الحضارات القديمة في الشرق الأوسط إلى التقاليد الشعبية في أوروبا وآسيا تم التعرف على الشبة لخصائصها السحرية المزعومة وتم دمجها في أنظمة سحرية متنوعة في الشرق الأوسط كانت تستخدم في الطقوس الدينية بينما في أوروبا كانت جزءا من الفولكلور الشعبي في بعض الثقافات ترتبط الشبة بالحماية والتنقية يعتقد أنها تمتلك القدرة على طرد الأرواح الشريرة وتنقية الأماكن من الطاقات السلبية قد يتم تعليقها في المنازل لدرء الأرواح الشريرة أو وضعها في زوايا الغرف كرمز للحماية أو إضافتها إلى ماء الاستحمام لتنظيف الطاقات السلبية حيث يعتقد أن الماء الممزوج بالشبة يمكن أن يزيل الشوائب الروحية أو استخدامها في طقوس لكسر اللعنات في بعض الثقافات تستخدم الشبة في طقوس معقدة تهدف إلى تحرير الأفراد من اللعنات والأذى الروحي في تقاليد أخرى ترتبط الشبة بممارسات أكثر سوءا مثل السحر الأسود أو الربط أو إلحاق الأذى بالآخرين يعتقد أن الشبة يمكن أن تكون أداة قوية في أيدي السحرة والمشعوذين يتحدث هذا الاستخدام الواسع النطاق للشبة في السحر عن جاذبيتها العالمية كمادة متاحة بسهولة ويعتقد أنها تمتلك خصائص غامضا قوية في الأسواق التقليدية يمكن العثور على الشبة بين الأعشاب والمعادن الأخرى المستخدمة في السحر قد تختلف المعتقدات والممارسات المحددة المرتبطة بسحر الشبة من ثقافا إلى أخرى ولكنها تظل جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للعديد من الشعوب لكن المبدأ الأساسي المتمثل في تسخير قوتها المزعومة يظل ثابتا الشبة تظل رمزا للقوة والغموض في العديد من الثقافات حول العالم المحطة السادسة الجانب المظلم مخاطر كاميتن تحت السطح في حين أن البعض قد ينظر إلى سحر الشبة على أنه شكل غير ضار من التقاليد الشعبية فمن الضروري الاعتراف بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالخوض في فنونه الغامضة هذه الممارسات ليست مجرد ألعاب أو تقاليد قديمة بل هي فنون تحمل في طياتها قوة يمكن أن تكون مدمرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر واحترام مثل أي شكل من أشكال السحر الذي يسعى للتلاعب بالطاقات أو التأثير على إرادة الآخرين يمكن إساءة استخدام سحر الشبة مع عواقب مخيمة يمكن أن يؤدي التلاعب بهذه الطاقات إلى نتائج غير متوقعة وقد يجد الممارس نفسه في مواجهة قوة لا يستطيع السيطرة عليها تكمن إحدى المخاطر الأساسية في النية الكامنة وراء استخدامه النية هي المفتاح فإذا كانت النية خبيثة فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية فإذا مورس بنية خبيثة فيمكن استخدام سحر الشبة لإلحاق الأذى أو زرع الفتنة أو التلاعب الآخرين ضد إرادتهم هذا النوع من السحر يمكن أن يسبب ضررا نفسيا وجسديا كبيرا للضحايا يمكن أن يكون للاعتقاد بقوة هذه اللعنات تأثير نفسي عميق على كل من الهدف والممارس مما يخلق الخوف والبارانوية وانعدام الثقة هذا التأثير النفسي يمكن أن يدمر العلاقات ويؤدي إلى عزلة اجتماعية علاوة على ذلك فإن الطقوس والمكونات المستخدمة في سحر الشبة يمكن أن تكون خطيرة في حد ذاتها في بعض الأحيان بعض هذه المكونات قد تكون نادرة وسامة وتتطلب معرفة دقيقة للتعامل معها بأمان قد تكون بعض الأعشاب أو المواد سامة إذا تم تناولها أو التعامل معها بشكل غير صحيح مما يعرض الممارس لخطر التسمم أو الإصابة كما أن استخدام النار ينطوي دائما على خطر نشوب حرائق عرضية يمكن أن تتحول الطقوس التي تستخدم النار إلى كوارث إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من الضروري أن نتذكر أن السحر حتى في أشكاله التي تبدو غير ضارة لا ينبغي أبدا الاستخفاف به يجب على الممارسين أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر وأن يتعاملوا مع هذه الفنون باحترام وحذر اشتركوا في القناة